بسم الله الرحمن الرحيم طلبنا العزاء أهلا ومرحبا بكم في شابتر 3 Part 9 Details of reinforcement for beams B2 using empirical method احنا بعد ما خلصنا عملية design بتاعة الكاميرا B2 بمعنى ايه ال design ان احنا حسبنا dimension بتاعة الكاميرا يعني عرفت T وحسبت area steel المطلوبة عند القطاعات المختلفة المطلوب الكلام ده كله نبدأ نحطه في شكل رسومات لان دي اللوحات اللي المفروض بعد كده هننفذ بها احنا كنا صممنا section 1 section 1 دوت كان مطلوب فيه كم سيخ 5.13 طب الخمسة دول بناخد فيهم جزء طويل وجزء بنعمل فيه cut off فاحنا بنقول النص بنقطعه والنص بيبقى مستمر فالخمسة 2.5 و2.5 الكلام دوت مش هينفع فبنقول بيبقوا 3 و2 التلاتة هما اللي ليهم الطول الاكبر والاتنين ليهم الطول الاصغر طيب السيخ دوت الطول بتاعه قد ايه الاطول بيدخل البحر على 3 والاصغر بيدخل او بيمتد في البحر المجاور على 4 يبقى ده توزيع الحديد على section 1 طيب بقية الساكاشن اللي هي section 2 مطلوب فيه كم سيخ 4.13 فبنقول فيه جزء بيبقى مستمر اللي هو 2.13 والنص التاني اللي هو 2.13 ايه الفرق بينهم ان ده بيمتد في البحر L على 3 وهنا L على 4 طيب بالنسبة للساكاشن اللي عند ال external support كان مطلوب كم سيخ 2.13 2.13 دول حيبقوا موجودين هنا ازا ما احنا شايفين المسافة بتاعة السيخ اللي هي 2 من 10 L طيب كده انا حطيت الحديد العلوي فيه جزء هنا بيبقى مكشوف محتاجة حط فيه حديد عشان اربط فيه الكنات اللي هو اللي احنا قلنا بيبقى 2.10 2.10 كده انت غطيت الكاميرا وحطيت الحديد العلوي طيب الحديد الصفلي اللي الساكشن اللي هو 4.4 كان مطلوب فيه 4.13 وقلنا الحديد الصفلي نصه بيبقى مستمر والنص التاني بتعمل فيه كاتوف بشرط ان عدد الاسياخ يبقى اكبر من 3 فاحنا عندنا هو السيخين دول مستمرين دول مقطوعين زي ما انت شايف دي مسافة العطة طيب السيكشن اللي في النص اللي هو سيكشن خمسة مطلوب فيه كم سيخ 3.13 طيب دول عددهم 3 ما تقدرش تعمل كاتوف فالسيخ حيبقى مستمر من بداية الساببورت لنهاية الساببورت او بمعنى بطول اللسبان اللي عنده بقية البحور المتجورة حتلاقي برضو مطلوب 3.13 اللاحز هنا لازم يحصل اوفرلاب عندك بين الاسياخ يعني ماينفعش اتوقف الاسياخ عندك بعيد عن بعض الكلام ده بيبقى فاتل مستيك ده القطاع الطولي ده القطاع الطولي لازم ترسم مجموعة قطاعات عرضية لهي السيكشن اللي انت صممتها لهي سيكشن واحد وسيكشن اتنين وثلاثة واربعة وخمسة تعالى نشوف شكلها عامل ازاي ادي سيكشن واحد وغالبا بنرسم بسكيل واحد لعشرة سيكشن واحد كما طلوفه كامسي خمسة ادي الخمسة وتحت هنا اتنين فاي تلاتاشر زي ما احنا ملاحظين ان الحديد متماثل المسافة ديت اللي هي عبارة عن الدي اس اللي هي سمك السق وده البي اللي هو عرض الكاميرا وده اللي هو عبارة عن التي هنا فيه كامسيخ خمسة مرصوصين بحيث يمتمثلين حوالين السنتر لاين هادي الخمسة السيخ وتحت هنا فيه سيخين بعيد السكاشن لها نفس الديمينشن نفس الديمينشن طب الفرق ايه الحديد سيكشن اتنين كان موجود فوق كامسيخ عندك اربعة سيخ تحت تلات السيخ سيكشن تلاتة كان مطلوب فوق سيخين تحت كان فيه كامسيخ عندك اللي هم تلات السيخ سيكشن اربعة فوق فيه اتنين فاي عشرة تحت فيه اربعة فاي تلات سيكشن خمسة كان هنا فيه اتنين فاي عشرة وتحت فيه تلاتة فاي تلات 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 اللاحظ ان الحديد وانت بترسمه لازم يبقى متماسل حوالين السنتر لاين وترسم الكوفر مزبوط الكوفر سواء كان البوتوم او التوب خمسة سنتي والسايد كوفر اللي هو اتنين سنتي ونص كده يبقى انت عملت الرسومات الانشعية المطلوبة للكامرا بي تو اشتركوا في القناة